السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنستطرق لفرد المرحلة الثالثة الفرد الاول في الدورة الثانية مادة النشاط العلمي للمستوى الثالث نموذج جديد قبل ان نبدأ في انجاز تمارين هذا الفيديو اذكركم كالعادة انكم ستجدون صورة هذا الفرد بصيغة في صندوق الوصف اذا النشاط طرق 1 اضع امام كل عبارة من العبارات التالية صحيح او خطأ لقياس درجة حرارة السوائل استعمل محرار المختبر لقياس درجة حرارة السوائل استعمل محرار المختبر نعم صحيح قطعة الزجاج جسم شفاف لا ضل له قطعة الزجاج جسم شفاف لا ضل له نعم صحيح يجذب المغناطيس جميع الاجزام خطأ المغناطيس لا يجذبوا جميع الاجزام اذا خطأ يتنافر طرف المغناطيس اذا كان من لونين مختلفين اذا يتنافر طرف المغناطيس اذا كان من نفس اللون نعم محرار المختبر ل priorities نعم جسم زجاج جسم خطأ اذا كان مغناطيس جميع الاجزام PEW لا يجذب المغناطيس هستعمل أيضا طرف المغناطس اذا كان من لونين مختلفين اذا خطأ لماذا لان المغناطس يتنافر اذا كان من نفس اللون طرف المغناطس يتنافرا اذا كان من نفس اللون وتم الاجدول بوضع كل خاصية في المكان المناسب له ضل لا يسمح بمرور الضوء يظهر ما يوجد خلفه ليس له ضل اذا له ضل له ضل هل هو الجسم الشفاف او الجسم المعتم? اذا الجسم المعتم هو الذي له ضل اذا جسم المعتم له ضل لا يسمح بمرور الضوء. ايضا جسم المعتم لا يسمح بمرور الضوء يظهر ما يوجد خلفه الجسم الشفاف كالزجاج يظهر ما يوجد خلفه اذا الجسم الشفاف يظهر ما يوجد خلفه ليس ضل اه ضل من خاصيات الجسم الشفاف ليس له ضل اذا الجسم الشفاف يظهر ما يوجد خلفه ليس له ضل الجسم المعتم له ضل ولا يسمح بمرور الضوء ننتقل للنشاط الثاني ولاحظ المناولة ثم املأ الفراغات بما يناسب اذا يكبر يصغر اقرب ابعاده اذا ضل الانبوب عندما المصباح اذا ماذا يقع يكبر 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 ضل الانبوب عندما نقرب عندما اقرب المصباح اذا هنا يصغر 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 ضل الانبوب عندما ابعاده المصباح اذا يكبر ضل الانبوب عندما اقرب المصباح اكتب تحت كل صورة القوة التي تمثلها قوة قهربائية قوة ميكانيكية اذا قوة ميكانيكية قوة كهربائية للرافعة قوة ميكانيكية القطار قوة قهربائية الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية فيديو اليوم اضرب لكم موعدا في فيديو القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة